الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية الواجهات المتحركة تقنية مبتكرة في مواجهة تحديات المحيط الخارجي كان لواجهات المباني عبر التاريخ تأثير بصري مهم حيث كان تصميمها هو الذي يعطي المبنى أهميته وخصوصيته إلا أنها مع تطور الزمن قد تجاوزت كونها غلافاً للمبنى وأصبحت تستجيب للتغيرات المناخية والتقنية والتغيرات في ضوء الشمس وشدة الرياح وقد شهدت الأعوام الماضية ظهوراً واضحاً للواجهات المتحركة ويستعرض المقال مجموعة من أجمل هذه الواجهات التي تركت بصمة واضحة في محيطها أولاً المرآب الطابقي لمدينة بريسبين أستراليا 2012 صمم الفنان نيت خان عملاً فنياً متكاملاً يغلف الواجهة الشرقية لأحد مواقف السيارات الطابقية وذلك عبر استخدام 117 ألف لوح ألمنيوم متحرك تشكل واجهة متراقصة كبيرة المقياس بارتفاع ثمان طوابق ومساحة 5000 متر مربع عند النظر لها من الخارج تبدو الواجهة متووجة بسلاسة واستمرار استجابة لتأثير الرياح وتغير شداتها واتجاهها على ألواح الألمنيوم كما أن ترتيب الألواح يشكل نمطاً مزخرفاً مستوحى من مسار حركة المراكب على نهر المدينة وتؤمن الواجهة التهوية والتضليل لداخل المبنى ثانياً معرض كيفر التقني ستير مارك النمسا 2007 يغلف المعرض واجهة حيوية يمكن التحكم بتشكيلها المعماري حيث يمكن التحكم الكترونياً بحركة 54 محركاً ترتبط بألواح مستطيلة تميل حول محور مركزي وذلك لتغلف الواجهة مشكلة تقنية حديثة للتضليل فمن خلال إمالة الألواح بدرجات مختلفة تنتج على الواجهة تشكيلات متنوعة تؤدي لاختلاف مقدار الضوء المنتقل إلى الفراغ الداخلي والمبنى من تصميم أرنست بارتنر وغايزل بريشت ثالثاً المبنى الجديد لمتحف مايل ووكي للفنون ويسكنسون الولايات المتحدة الأمريكية 2001 يمتاز هذا المبنى الصرحي بإطلالة بانورامية على بحيرة ميتشيغين وقد اقترح المعماري سانتياغو كالترافا ممراً يمكن المشاتم من الوصول إليه عبر جسر يشكل امتداداً لمحور شارع ويسكنسون ويغطبط بهذا المبنى هيكل حركي مذهل يساعد بتخفيف مقدار الحرارة المكتسبة داخل المبنى عبر تشتيت أشاعة الشمس وذلك من خلال سلسلة من القواطع المعدنية التي تفتح وتغلق آلياً لتبدو كجناحي طائر كبير مما يجعل من المبنى نقطة علام وجذب للمدينة رابعاً الواجهة متعددة الوجوه لمعرض الحديقة الأولمبية سوشي روسيا 2014 وجهة عصرية تجمع بين الابتكارات التقنية والنحت والعمارة قم بوضع مفهومها المعماري اللندني أصف خان ونفذتها شركة آي آر وهي أشبه بلوح من الدبابيس قدرة على الحركة وفق الأبعاد الثلاثة لتحاكي الوجوه البشرية فيتعرض الصور الذاتية السلفي لزوار المبنى والمشجعين الرياضيين حول روسيا أبعاد الواجهة ثمانية عشر متراً بثماني أمتار وتتألف من أحد عشر ألف استوانة متداخلة يمكن التحكم بكل منها بشكل منفصل تحمل كل منها برأسها كرة نصف شفافة تحوي مصباح لد متغير الإضاءة ويشكل كل منها مربعاً صغير أي بيكسل طمن كامل الواجهة ويمكن لهذه المربعات أن تمتد أفقياً بعيداً عن الواجهة مسافة معينة تصل حتى المترين وذلك تبعاً لدورها بالتكوين الثلاثي الأبعاد كما يتغير لونها وفق الصورة التي يتم معرضها وتعرض على الواجهة ثلاثة وجوه في آن واحد بارتفاع ثمانية أمتار وبنسبة تكبير تبلغ 3500% وتتغير الوجوه كل دقيقة وتنتقل الصور للواجهة المتحركة من خلال ماسحات للصور الثلاثية الأبعاد تتواجد بأكشاك تصوير طورت خصيصاً من IR ووزعت بمحيط المبنى والمواقع العامة حول روسيا تعتبر البديل الحديث لأسلوب الناس في تخليل ذكرياتهم بعد أن كانوا يخلدونها لألاف السنين من خلال اللوحات والمباني والحداء خامساً أبراج البحر أبوظبي الإمارات العربية المتحدة تمتاز واجهة البرجين البالغ ارتفاعهما 150 متر بنظام تضليل حيوي فريد يفتح ويغلق تبعاً لحركة الشمس حول البرجين ويتألف نظام التضليل من وحدات منتظمة ومتكررة من مثلثات هندسية تفتح وتغلق آلياً أي تطوى بشكل مشابه لفن الأوريغامي وذلك تبعاً لحركة الشمس حول المبنى لتزويده بتضليل ذاتي كما في المشربية العربية التقليدية مما يقلل من كمية الطاقة الشمسية الداخلة للمبنى بنسبة 20% أيضاً ويقلص نسبة بيعات الكربون من الأبراج والتي يفترض أن تنتج عند أجهزة التكييف بمقدار 40% وذلك انسجاماً مع مبادئ نظام تصنيف المجلس الأمريكي الخاص بالأبنية الخضراء الهدف لتحسين الأداء البيئي الستراتيجية المستخدمة في هذه الواجهة تتضمن تقنيات للخداع البصري فالواجهة تتألف من طبقتين متتاليتين من مقاطع الألمنيوم حيث تتألف الطبقة الأولى الخارجية من مقاطع شاقولية تقع خلفها الطبقة الثانية تأتي المقاطع المائلة لتبدو الواجهة شبيهة بموجة تتحرك وفقاً لتغير منظور المشاهد وقد تم تصميم إنارة المبنى بالتوازي مع عملية التصميم المعماري وبالاستفادة من الإكساء مزدوج الطبقات بهدف تحقيق أكبر سطح إعلاني مع أقل عدد ممكن من تجهيزات الإضاءة إضافة إلى أن هذه التجهيزات مدمجة ضمن القواطع الرأسية لطبقة الواجهة الخارجية وتقوم بإسقاط الأضواء على الطبقة الداخلية المائلة لتتألق الواجهة بتأثيرات ضوئية مختلفة ليلاً شهيد المبنى ليستضيف فعاليات معرض إكسبو في العام 2012 تتألف واجهاته الخارجية من سطوح منحنية تحدد الفراغات الداخلية وتتداخل هذه السطوح مع سلسلة متعرجة من جذوع المخاريط المصمطة والتي تطل على البحر مباشرة وما يميز هذا المبنى واجهة الدخول الرئيسية التي تحتوي على سلسلة متناغمة من الصفائح الرقيقة التي تتباين في ارتفاعها وتستخدم للتحكم بمقدار الأشعة الشمسية الداخلة للمبنى من خلال تحركها حول محور جانبي وتعتبر مشاهدة هذه الحركة تجربة عاطفية مليئة بالإحساس والإثارة يشكل المبنى نقطة علام للمدينة منسجماً مع النسيج العمراني والبيئة المحيطين به اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر